تأكيد زيارة في توقيت بلغة الحسية هي الزيارة الأولى لسيد رئيس عفتاح السيسي إلى دولة سودان مش شقيق إلى دولة سودان التي هي أكثر من شقيق للدولة المصرية الحقيقة يعني زي ما حضرتك قلت بالضبط هي المصير المشترك إذا كنا في العلاقات الدولية دائما نتحدث أن العلاقات بين الدول تحكمها كثيرا المصالح بمعنى أنه لا سلام دائم ولا عدوة دائمة ولكن المصالح بإعتادت هي اللغة الحاكمة للعلاقات الدولية علاقتك بالسودان العلاقة المصرية السودانية هي علاقة مصير مشترك كما تفضلتي بالإشارة المصير المشترك ده ما فرضتوش الظروف الرهنة والتحديات الإقليمية والدولية اللي بتمر بيها المنطقة ولكن فرضوا تاريخ طويل جدا من وحدة ودي النيل فرضوا تاريخ طويل جدا من وحدة الإشكاليات والتحديات اللي كانت بتعاني منها الدولتين فرضوا كفاح طويل جدا من أجل تمتع شعب الدولتين بحقوقهم العادلة في التنمية الشاملة العادلة كل دي أمور ينبغي أن نضحها نصب أعيننا ونحن بنتحدث في هذا الإطار مؤكد أن هذه الزيارة بتأتي تكليلا لجهود الدولة العميقة المصرية وعندما نتحدث عن الدولة العميقة المصرية ينبغي على المصريين أنهم يتفهموا أن الدولة المصرية دولة مؤسسات هذه الدولة ليست دولة ذات نظام حكم فردي أو دولة تعمل وفقا للأهواء ولكن هي دولة تعمل وفقا للأسف واضحة لمؤسساتها استراتيجية وضحها رئيس الجمهورية منذ أن تولى سدة الحكم في 2014 وتولت مؤسسات الدولة بعد كده كل مؤسسة في سياقها العمل وفقا ومنطلقة وفقا لهذه الاستراتيجية السودان وفقا لهذه الاستراتيجية بتلقى الأهمية الكبيرة جدا في تصورات السيد الرئيس عفتاح السيسي هو يدرك تماما أن الحاضن السوداني هو الحاضن الاستراتيجي الجنوبي المهم جدا للدولة المصرية بالمثل السودان في العهد الجديد تدرك أن الدولة المصرية هي الحاضن الاستراتيجي الشمالي المهم جدا للأمن القوم السوداني الرئيس عفتاح السيسي عندما توجه إلى الدولة السودانية لازم نبص كيف تعملت مؤسسات الدولة المصرية يعني ما بنبصش على مجهودات مؤسسة الرئاسة لكن بنبص زي وزارة الخارجية قدرت أنها تشتغل في هذا الملف بنبص زي جهاز المخابرات العامة المصرية اشتغل في ملفات مهمة جدا وأهمها التوصل إلى اتفاقات السلام سواء الجوبة أو اتفاقات السلام بين السودان ودولة جنوب السودان بتبص على مجهودات كافة وزارات الدولة المصرية المعنية بالتعامل مع سودان وزارة الرئي وزارة التضامن الاجتماعي بتبص على مجهودات وزارة الكهرباء بتبص على الدولة التي تتعامل مع دولة علشان كده ما كانش من الغريب ان احنا ما بنستقبل السيدة مريم صادق المهدي وزير خارجية استودانية في ثاني من مارس الماضي بنشوف الحافاة الشديدة اللاقتها في الدولة المصرية تاريخ طويل كان بيربط ولدها بالدولة المصرية وتاريخ مشرف جدا وبنشوف زيارتها ازاي هي عبرت عن دولة وبنشوف ازاي لطقت سيد رئيس الجمهورية بعد لقاها بسيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية وبنشوف الاستقبال الحافل اللي تم السيد الرئيس في الدولة السودانية والمستوى اللي السيد الرئيس تعامل معه يعني السيد الرئيس تعامل مع رئيس مجلس السيدة الانتقالي نائب رئيس مجلس السيدة الانتقالي رئيس الحكومة السوداني فيه اوتر تفاعلية بتعكس التعامل مع كافة الملفات اللي حضرتك تطرقت اليها واللي احنا ننتقل لها فكل ده بيقول أن هذه الزيارة هي تكليل لنجاح الاستراتيجية المصرية في التعامل مع ملف من أهم ملفاتها في مجالها الحقيقي الاستراتيجي الجنوبي اللي هو مجال التعامل مع السودان الشقيق وإعادة إحياء الشراكة المصرية السودانية على أسس جديدة وفقا لمبدأ مهم جدا وضعات دولة مصرية في التعامل مع قررتها الأفريقية الأم وده من المبادئ الاستراتيجية السابتة في إدارة مصر اللي علاقتها مع القررة الأفريقية قائم على فكرة التعاون قائم على فكرة الشراكة قائم على فكرة التنمية التي هي حق الشعوب الأفريقية والشعوب بالطبع منها الشعب المصر والشعب السوداني